السلام عليكم ورحمة الله بداية الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بعد أيهما أشمل هل التطبيب عن بعد أم الصحة الإلكترونية الصحة الإلكترونية هي أكثر شمولية ومتسعة المجال ويعتبر التطبيب عن بعد أحد مجالات الصحة الإلكترونية تعريف الصحة الإلكترونية هو عبارة عن تطبيق لأنظمة المعلومات والاتصالات والحوسبة في مجالات تقديم الخدمات الصحية سواء في المكان أو عن بعد عشان هيك قلنا انه الطبيب عن بعد حيتضح انه هو واضح انه تيلي ميديسن يعني عن بعد مش في نفس المكان بينما الصحة الالكترونية ممكن استخدم الاتصالات والمعلومات وانظمة المعلومات وما الى ذلك في المكان داخل المؤسسة الصحية الواحدة ممكن يكون خارج المكان تعريف ثاني للصحة الالكترونية هي استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليا وخارجيا عن بعد او هي الاستخدام الدائم والمتلازم لانظمة المعلومات والاتصالات والحوسبة والنقل الالكتروني والتخزين والاسترجاع والمشاركة في مجالات تقديم الخدمات الصحية هذا هو تعريف الصحة الالكترونية بينما التلي ميديسن او ما يسمى بالتطبيب عن بعد وفي ناس يقول الطب عن بعد هو عبارة عن استخدام وتوظيف لوسائل الاتصالات والحوسبة باستخدام الخبرات والمعارف الطبية من اجل تقديم الخدمات الصحية عن بعد سواء خدمات تشخيصية او استشارية او علاجية او تعليمية لمن يقدم الخدمات الصحية وبدوره لمن يتلقى هاي الخدمة عرفوا شخص اسمه الشربجي قالوا عبارة عن ايتاء الرعاية الطبية باستخدام وتوظيف اجهزة الاتصالات والبرامج التطبيقية المتعلقة بهذه التقنيات باستخدام وسائل سمعية وبصرية فيها نوع من التفاعل ويشمل ذلك تقديم الخدمات الصحية سواء مشورة وتشخيص وعلاج او تثقيف صحي هاي هو تعريف الصحة الالكترونية او ما يسمى باليهيلث وتعريف التلي ميديسن او ما يسمى بالتطبيب عن بعد وقلنا انه الصحة الالكترونية تعتبر هي اكثر شمولية واوسع مجالا من التطبيب عن بعد الذي هو يعتبر احد برامج وانظمة الصحة الالكترونية لنجاح هذا النظام الجديد الصحة الالكترونية والتطبيب عن بعد يحتاج هذا البرنامج او هذه الالية الجديدة الى عدة امكانيات ومقونات اولها المعارف الطبية القابلة للتخزين في ملفات محوسبة واذا بنحكي على معارف طبية وصحية وبنحكي على دراسات وابحاث ونتائج وما الى ذلك وعلوم الى علاقة بالمجال الصحي زي ما هي موجودة بالكتب كمان هي تحفظ الكترونيا وممكن ترسل الكترونيا وتستقبل ممكن استخدام التكنولوجيا والحوسبة وانظمة المعلومات والاتصالات فيها المقوم الثاني توافر الافراد اللي لديهم الرغبة في تقاسم هاي المعلومات في تشاركها في تطبيقها واستخدامها وهنا المقصود فيها المرسل كمقدم خدمة صحية على اختلاف انواع التخصصات والمجالات الصحية والمستقبل اللي ممكن يكون هو زميل ممكن يكون هو مريض ممكن يكون هو زبون حابب يستفيد ويطلق الخدمة المقوم الثالث توافر معدات معالجة البيانات للتسجيل والحفظ والنقل والمراجعة والتخزين وما الى ذلك اللي هي اجهزة الحواسيب ووسائل الحفظ المختلفة الكترونيا وبرامج التطبيقية اللي هنحتاج فيها من اجل معالجة البيانات وآليات الارسال وما الى ذلك من المقومات ايضا مرافق الاتصال عن بعد نقل وتبادل هذه البيانات والمعلومات الكترونيا من المستشفى الواحد الى مستشفيات اخرى او من المستشفى والمراكز الصحية الى وصولها الى الناس داخل القطر الواحد وخارج القطر الواحد وتشارك المعلومات مع المرضى او الزبائن او المستهلكين مستخدمي الخدمات الصحية او مع الزملاء في اماكن اخرى زي غرف الاتصال الخاصة اللي بتكون موجودة من اجل توفير خدمة الفيديو كونفرنس او الربط التلفزيوني عن بعد من اجل عمليات تقديم الخدمات الالكترونية في المجال الطبي هذولا تعتبر من اهم اربع مقومات اساسية لانجاح الصحة الالكترونية او ما يسمى بالإيهل متى بدأ التعامل مع الايهلث او ما يسمى بالصحة الالكترونية يقال انه في الستينات لما بدأت وكالة ناسا برحلة فضائية ومن باب العلم اول رحلة كان موجود فيها فلسطيني احد الخمسة اللي موجودين صعدوا على القمر وعشان هيك هو من جنين سنة 69 وعشان هيك احنا بنقول انه يمكن فلسطين شاركت في هذه النهضة والريادة الفضائية مع امريكا بما نسبته 20% احنا بنتحدث عن احد خمسة صعدوا الى القمر في الستينات فالفكرة بدأت هناك من وجود بعض آليات معينة تقوم بيصالها للاشخاص اللي كانهم مصاعدين على القمر من اجل مراقبة الوظائل الفيسيولوجية ايش ممكن يكون في تغير في النبض ايش ممكن يكون تغير في حرارة الجسم وبغط الدم وطبعا يصالها الى اللي هو مكان ريادة الفضاء على الارض هذه كانت بدايات استخدام اللي هو الصحة الاقترنية وتطبيق مجالها بعد هيك بدأ الاهتمام اكتر نحو امكانية التشخيص عن بعد باستشارات وممكن بالتلي راديولوجي زي الاشعة عن بعد ممكن طبيب مختص يكون سبب من اسباب اللي هو توضيح التشخيص حسب صور الاشعة وما الى ذلك بعد هيك الاستخدام اللي هو الفيديو كونفرنس والمحاضرات المسجلة المؤتمرات عن بعد وما الى ذلك انواع التطبيب عن بعد في نوعين التطبيب عن بعد من ناحية نقل البيانات في حاجة اسمها انتر اكتف كوميونيكيشن انتر اكتف يعني فيه تفاعل كوميونيكيشن اتصال متفاعل بسموه النقل المتزامن النقل المتزامن المقصود في انه الشخصين المرسل والمستقبل بكونوا هم انلاين بكونوا على بث مباشر وبصير فيه نقل للمعلومة والمشاركة ما بين الطبيب ومريضه والاستشاري وتقديم المعلومات وتبادلها بكون فيه نقل اشماله متزامن بنسميه النقل اللامتزامن او بسموه نن سيميولاتيو نصلي كوميونيكيشن الطبيب بيقوم بنقل وتوصيل وتوفير المواد المتعلقة بالمعالجة ويرسلها او الاستشارة الطبية من خلال فيديو من خلال وسائل سمعية او وسائل بصرية ويرسالها للاستشارة في مستشفى ثاني والاستشارة هذا في وقت لاحق لما هو بيشوفها الرسالة بتم الرد على طالب الاستشارة من الطبيب او من حتى اللي ممكن يكون مريض فهذه بتسموها نقل غير متزامن او لا متزامن ما بيكون فيه المرسل ومستقبل اللي هم قاعدين على الجهاز اونلاين مباشرة لا بيصير فيه تسجيل ووصول للرسالة الى الاستشارة الاستشارة هو بيرى او يسمع او يشاهد هذه الرسالة وبرد عليها في وقت ثاني ما هي فوائد التطبيب عن بعد او الطب عن بعد الفائدة الاولى تحسين نظام الرعاية الصحية في البلدان المشاركة يعني تبادل الخبرات والمعارف ما بين البلد الواحد مع البلدان الاخرى اللي ممكن يكون فيه عملية الاتصال ما بينهم وهنا احيانا تربط توأمة ما بين مؤسسة ومؤسسة صحية طبعا وبتم التبادل في المعارف والتشارك في الخبرات واخذ المشورة اتنين اخذ الرأي الطبي من وبين المراكز الطبية العالمية ومراكز الابحاث والمستشفيات العلاجية يعني بيكون شغلات احيانا يعني بيقول عنها ذات طابع مهم او اهمية بيصير انه وشغلات نادرة قد تكون بيصير عملية اللي هو التشارك في المعلومة والمعارف الطبية والشغلات المميزة ما بين المراكز الطبية محلية وعالمية ومراكز اللي ابحاث العلمية مساعدة الاطباء قليلين الحيلة واعفر قليلين الخبرة في عملية التشخيص كثير ممكن يكون في مراكز رعاية اولية خصوصا لو بنحكي على مستوى اول ومستوى ثاني ومستوى ثالث وممكن ما يكون فيه متخصصين في مراكز الرعاية الاولية فبصير الاستصال والتواصل مع استشاريين عندهم خبرة ومعارف اكثر بقدموا يعني خدمة في عملية اللي هو التشخيص والمساهمة فيها وهذا يرفع من المعرفة والحصيرة الخبراتية لدى الاطباء المتخرجين جدد او اللي هم مش اخصائية من الفوائد ايضا توفيع مراكز ومرافق للتدريب في المناطق البعيدة والدول اللي ممكن يكون زي مثلا القطاع غزة قديش عنا ان عملت دورات كثير جدا عن بعد بسبب عدم وجود امكانية السفر وسهولة السفر وحتى لو كان سهل السفر ممكن توفر في حال وجود امكانية يعني توفير الخدمة عن بعد يمكن قبل تمنت او تسع سنوات اخدت دبلوم في مكافحة العدوى من مصر وما احتجناش نسافر انا وثلاثة وعشرين زميل وزميلة واخدنا الدورة وكانت كأنها الدكتور معانا حاضر مباشرة وبتفاعل وامر يعني يسير جدا ولما احتجنان الجانب العملي طبعا اجوا الام والاخصائيين هان وانتهى الامر بدل ما نحكي على تلاتة وعشرين واحد شوف قديش ممكن تكون التكلفة في عملية السفر والاقامة وما الى ذلك خصوصا انه كان الدبلوم مدته سنة كاملة ايضا من المفوائد توفير خدمة طبية متقدمة في حالات الطوارئ وهنا لو زينا نحكي على يعني توظيف الجي بي اس نظام تحديد المواقع الجغرافي وتوفير استخدام الاتصال المباشر والسريع هذا بحد ذات وقدش ممكن يسهل في ايصال سيارة الاسعاف الى مكان حدث على سبيل المثال ممكن ان عمل ترياج او ما يسمى بفرز للحالات وتوزيحها على المستشفيات الاكثر قربا حسب التخصصية هاي من الفوائد ايضا الحد من تكاليف الرعاية الصحية عن طريق تحسين عملية توجيه المريض الى الطبيب والخدمة المناسبة من الفوائد ايضا تخفيض تكاليف نقل المرضى الى طباء استشاريين خصوصا في مجتمع زي المجتمع الفلسطيني كتير معتمدين على العلاج بالخارج في كتير كان وكنا بنسمع من مرضى انه صافر المريض ووصل للمستشفى اللي تم التحويل الى وقالوا والله الخدمة هذه مش متوفرة او انه الجهاز عطلان مثلا زي حالات مسح اليود الذري وما الى ذلك فعملية توظيف التكنولوجيا والاتصال ممكن تسهل في هذا الامر او اخذ الاستشارات عن بول من الفوائد تسهيل التعاون بين المستشفيات في موجهة للتوفير الخدمات الرعاية الصحية وهذا لما بكون فيه علاقة ما بين مركز صحي ومركز اخر ممكن يسهل هذا الامر الفائدة التاسعة الحد من عزلة العاملين في المناطق المختلفة والبعيدة خصوصا اذا بنحكي على مراكز الرعاية الاولية في المستويات المتدنية مستوى واحد او اثنين واحيانا ثلاثة ممكن تكون في مناطق في المدن ولكنها تكون مناطق فرعية او في القرى وهذه بتكون بعيدة عن اللي هو الادارات العامة اللي هي مسؤولة عنهم فبكونهم مشبه معزولين عملية توظيف التطبيب عن بعد والتكنولوجيا والحوسبة وما الى ذلك وانظمة المعلومات تسهل في عملية الربط والتواجد بشكل متزامن مع بعض بشكل دائم من الفوائد خدمات التعليم الطبي المستمر من خلال عمل الدورات او المؤتمرات العلمية او الندوات اللي ممكن تكون من خلال الفيديو كونفرنس وهذه الطرق في استخدامها هاي تعتبر من الفوائد للتطبيب عن بعد والصحة توظيف الصحة الالكترونية مجالات التطبيب عن بعد منها الرعاية الصحية المنزلية هاي الرعاية يعني قديش ممكن توفر عدم ادخال المرضى للمستشفيات ممكن يكون فيه لهم متابعة عن بعد قديش ممكن يكون امكانية يعني اتاحة المجال لمرضى يحتاجوا الى التنوين بالمستشفيات فبتساعد منها عسابين مثال يتلي اي سي جي الاي سي جي اللي هو الرسم القلب عن بعد فممكن يكون فيه مرضى احيانا بصير عندهم يعني نوبات معينة بيجوا على المستشفى بمجرد الوصول بيرجع للحالة الطبعية فالي سي جي هذا بنعمل عدة قراءات بتكون من خلال جهاز معين موجود مع المريض طول الوقت والتلي اي اي جي نفس الفكرة اللي هو تخطيط الدماغي كمان ممكن فيه بلد براشر مونيتور الجهاز متابعة ومراقبة ارتفاع ضغط الدم كتير بيكون يعني من المرضى برضو بيشعر بشعور انه ارتفاع على الضغط بيدخل المستشفى او بيوصل المستشفى بنعمله فحص بنلاقيه استقر وطبيعي او ممكن يكون بشعر بارتفاع الضغط وبيجع على المستشفى بنعمله قياس للضغط بيكون الضغط عالي جدا بسبب يعني جو المستشفى وهالثوب الابيض اللي بيلبسه الطبيب والممرض بيعمل نوع من الرهبة ونوع من الخوف فبيستخدموا لهم بلد براشر مونيتور مراقبة ضغط الدم وبتنعمل التراءات اعتقد انه في الغزة موجود بس جهازين في من المجالات ايضا الروبوتك سيرجري الجراحة عن بعد او من خلال الروبوت اللي هو الانسان الالي او الجهاز الالي اللي ممكن يقدم خدمات جراحية او ممكن تكون عن بعد من خلال الاستشارات مع استشاريين وكونوا هم كأنهم حاضرين هالعملية زي عملية الطفلين اللي كانوا ملتصقين دماغيا في السعودية وتم اجراء عملية حتى نقلوها مباشر على التلفزيون وكان في عدد كبير من الاستشاريين اللي كان لهم بصمات وادوار في تقديم هاي الخدمة عن بعد غير الاطباء او الجراحين اللي كانوا هم موجودين بالمكان من المجالات التشخيص الاشعة وبقول انه حوالي عشر تلاف محطة اه محطة اشعة مستوى العالم بتقوم بعملية اللي هي نقل الصور والحفظ والارشفة اذا ذكرين اللي هو البار اه على اختلاف انواع الاشعة اللي ممكن تكون اشعة العسيمية اكس او اشعة المقطعية او ممكن بالرنين او ممكن بالالترا ساوند الفوق الصوتي وما الى ذلك ايضا من المجالات التعليم عن بعد وهذا من خلال الربط التلفزيون الفيديو كينفرانس من خلال البرامج اسمها وبنار ممكن تكون تنعمل محاضرات وتشارك فيها عدد كبير جدا ممكن استخدام اليوتيوب وما الى ذلك اللي هي وسيلة ممكن تقديم الخدمات التعليمية الطبية والصحية عن بعد ممكن تكون مسجلة او ممكن تكون بدخلها البث المباشر ايضا من المجالات المؤتمرات العلمية وتسويق مؤتمرات تسويق الخدمات الصحية ويعني من الامثلة بقول انه احدى المستشفيات الاستشارية الامريكية بتستقبل حوالي اربعمائة الف حالة منها تلاتة في المية بتستقبلهم من دول الشرق الاوسط وامريكا الجنوبية بسبب اللي هو المؤتمرات التسويقية وخدمات التسويق للخدمة الصحية اللي هي بتجذب عدد من المرضى من اجل الاستفادة من الخدمات الصحية اللي هم بقدموها بي حاجة اسمها بيشنط هيلث داتا كاردز اللي هي البطاقات الصحية الذكية البطاقة الذكية زي ما بتشوفوا مع حد عندكم بالبيت مثلا وهاي موجود صور اللي هي صفحة 89 بطاقة نظام زي بطاقة البنك العادية وهذه عبارة موجود فيها مجال للشريحة الشريحة المقصود فيها هي الذاكرة هذه موجود فيها بيانات تعريفية خاصة بهذا المريض فقط الشريحة موجود عليها بيانات تعريفية خاصة بالمريض بيانات كاملة عليها التاريخ المرضي للمريض اي اجراء وتدخلات علاجية او طبية او جراحية اتخذت باتجاه هذا المريض بتلاقيها مسجلة موجودة اي فحوصات عملت حتى من سنوات بتلاقيها موجودة يعني فيها سعة تخزينية ومجالها واسع لو انعملوا اي اجراء تشخيصي مثلا فحوصات مخبرية او انعملوا صور اشعة او تلفزيون وما الى ذلك برضو بتلاقيها موجودة فهذه عبارة عن سجل طبي كامل للمريض على هاي البطاقة ممكن يسافر فيها ممكن يكون في البلد ممكن يركونه على اي مركز طبعا بيكون فيه جهاز الجهاز هذا زي لما تدخله مثلا بتبع البنك ولكنه هو جهاز صغير في السوبر ماركت موجود منه شوف لما انت بتروحه وتعمله تعب مثلا كرت جوال فيه اجهزة صغيرة زي هيك من خلال كود معين وهذا هاي لها مجال بتدخل البطاقة على هذا الجهاز يعتبر الجهاز قارئ لكافة البيانات اللي موجودة هذا بحد ذاته يعني بيخلي الطبيب المعالج يبدأ من حيث انتهى زميله بدل ما يبدأ من السفر فهذا بسرع في عملية التشخيص في دقة التشخيص لا يسمح يعني او يقلل من الاخطاء اللي قد تحدث اثناء عملية اللي هو العلاج والتشخيص وما الى ذلك بقلل تكاليف طبعا على المراكز الصحية وعلى المريض نفسه لانه احنا ما فيش داعي نعمل تحاليل وصور جديد ما دال انه احنا بوجود معانا الا اذا استدعى الامر حسب طبعا طبيعة الحالة بيقلل من الاداء النفسي والاداء الجسماني للمريض بدل ما عمل عملية تكرار للصور والاشعات وما الى ذلك واصل فيها في النهاية اللي وصل الى زميله سابقا فهي البطاقة تعريفية بتعطين السجيل الكامل عن حالة المريض والتاريخ المرضي والحاضر المرضي والتاريخ العائلي واذا كان في عنده بياخد علاجات معينة او في عنده حسنة لأي نوع من العلاجات او اصباظ او ما الى ذلك ايضا من امثلة صحة الالكترونية نظام تحديد المواقع Global Positioning System او ما يسمى بالجي بي اس اللي هو موجود عنا على جوالاتنا اول نظام الجي بي اس اللي يعني داخل الخدمة عند الامريكان هو النظام التحديد المواقع الامريكي في الالفين وسبعة فيه نظام تاني للروس اسمه بلونس وفيه نظام تاني للأوروبيين اسمه قليلو طبعا هذا يعني يوظف فيه عدة استخدامات لكن في المجال الصحي لو جينا نحكي بس على مجاله في رفع كفاءة خدمة الاسعاف والطوارئ قد يش ممكن هو اسرع من عملية وصول وامكانية وصول سيارة الاسعاف الى المريض او المصاب او الجريح اللي ممكن بحاجة للخدمة الصحية بشكل سريع بقول انه هذا البرنامج يعني فيه تطبيقه في المجال الصحي في الاسعاف والطوارئ سرع من امكانية وصول سيارة الاسعاف للمصاب الى ثلاثة اضعاف يعني لو كان ممكن تصل السيارة في 15 دقيقة من خلال تطبيق برنامج الجي بي اس صار ممكن تصل السيارة في 5 دقائق سيارة الاسعاف هذا من خلال طبعا تحديد اللي هو الموقع اللي فيه الحدث وتحديد اقرب سيارة الاسعاف ممكن تكون موجودة وتحديد اقرب نقطة طبية ممكن يقدم فيها الخدمة العاجل ويمكن احنا بنشوف في الافلام والدراما الاجنبية في طبقه هذا الامر بشكل واضح طيب الانترنت والصحة وهنا توظيف الانترنت هالباب الواسع والمجال الكبير جدا في تقديم الخدمات الصحية كتير مننا لو ما حسنا مر عليه حالة معينة من الزملاء الى طباء والاخصائيل بينشر ايش مر عليه وبينشر هالنصيحة وكيف هو تعامل معها وكيف نجاحه صار فيها ممكن الناس تنشر ابحاث دراسات كتب الهاب مقالات علمية ايش الناس بتسألها وبتستشيرها فيه ناس بتكتب فصار هو مجال طبعا سواء مقروع او مكتوب او مسموع صار هو مجال الانترنت في تقديم الخدمات الصحية زي ما ممكن يكون مجال في خدمات اخرى بتسمح للاطباء انه من خلال تطبيقات معينة وهو في البيت يعرف ايش في عنده بكرة من الحالات اللي موجودة بالمستشفى ايش ممكن لو حب يستزيد حتى ويراجع في طبيعة امراض معينة بكون عنده الانترنت سريع ممكن يقدم اليه اللي هي هالمعارف الطبية بسمح كمان للمريض انه ممكن من خلال حجز الموعيد يحجز اللي هو الحجز والموعد يحدد موعد لزيارة المستشفى او العيادة الخارجية حسب نوعها ممكن يقدر يعرف التكلفة العلاجية للخدمة الصحية اللي هو هيخدها او الاجراء بنيقومه فبتختلف فممكن يكون مجالاته في التدريب والتعليم الطبي ممكن يكون في تقديم الخدمات الاستشارات العلمية ممكن رعاية المرضى كتير من الناس يعني في برنامج مثلا الرعاية الصحية الاولية كانت السيدات بتسأل انه الولد اخذ اليوم تطعيم وسخن ايش ممكن نعمل فهذا احد المجالات اللي هي المطبقة ممكن نشر الالكتروني للملفات العلمية والمؤلفات العلمية والنشرات والابحات والفراسات والبحوث ايضا اخر حاجة السجل الصحي الالكتروني على جوجل زي جوجل هيلث او مايكروسوفت مايكروسوفت هيلث هي نفس فكرة السمارت كارد اللي بطاقة الذكية هاي اطلقتها خدمة جوجل على انه ممكن تعمل ملفك الطبي ويكون ملازم مع قطول الوقت بسموه البرسونال الكتروني كيلث ريكورد اللي هو الملف الصحي الشخصي عبر الانترنت اللي ممكن يكون فيه كافة البيانات الخاصة بالمريض التعريفية وكذلك بيانات التأمين ممكن يكون فيها ايش التاريخ المرضي والحاضر المرضي ايش العلاجات اللي بيخدها ايش ممكن يكون حساسية لانواع من الاغذية او من العلاجات اي شيء متعلق بهذا الامر هذا طبعا من خلال معرف الشخصي ابتبعك ما حدش ممكن يدخل اله الا غير من خلال اليوزر والمستخدم والباسورد الرقم السري ابتبعه ما حدش بيطلع فيها الا اذا اتحنا المجال لطبيب معالج على سبيل المثال انه ممكن بيدخل الى الحساب ابتبع هذا المريض ويطلع على الحالة هذه طبعا لها عدة فوايد انه المريض بتكون على اطلاع اولا باول الطبيب المعالج ابتبعه ممكن يدخل على صفحته بناء على آلية معينة ويتعرف على حالة المريض اول باول بيستغنى فيها الطبيب عن نظام الورق والدورة المستندية اللي كنا بنحكي فيها سابقا المعلومات الطبية الخاصة عن هذا المريض بتكون دائما محدثة اولا باول حتى لو كان في البلد او كان مسافر خارج البلد تجنب اجراء نفس الفحوصات والتشخيص الاشعاعي اذا كان هو انعمل لانه بتكون موجود النتائج مرفقة لو مريض بالعادة بيحمل الملف وارد انه تسقط منه اوراق او لو حقها في البيت ممكن يفقدها لكن بالنظام الالكتروني ما فيش اي كلمة ولا شاردة واردة الا تكون موجودة ومحفوظة ما بيضطر انه يحمل ملفات هذا المريض وممكن كمان تعمل يعني تساعد هذا الطبيب المعالج في انه يعمل اجراء رسم بياني تقييمي لطبيعة تطور الحالة مع المريض من خلال بع سبيل المثال فحصات مخبرية كوراة الدم البيضاء مثلا الفحص السكر قياس نسبة الضغط او معدل الضغط على عدة مرات فممكن يعملوا رسم بياني وهذا بيعطيه صورة بسيطة وصورة سريعة عن طبيعة الحالة ومدى تقدمها سواء كانت تحسن او كان ازدادت بهيك احنا بنكون انهينا اخر شيء في مساق نظم المعلومات الصحية الجزء الاخير فيما تعلق بالاحصائيات زي ما قلت سابقا هذا ملحق هو مكرر مع مادة سابقة اختموها لذلك مش هاحك فيها ان شاء الله وثقكم الله لكل خير وكل عام وانتم بخير يعطيكم العافية